مشروع من المشروعات المهمة اللي بيتم تنفيذه في الإسكندرية هو تطوير شارع 45 على الكورنيش واللي بيستهدف القضاء تماما على جميع الاختناقات المرورية خاصة في فترة الصيف كمان المشروع بيهتم بالنحية الجمالية وهيكون فيه كمان ممشى للمواطنين عشان كده بيطلقوا عليه اسم كوبرستانلي الجديد ما بين متنفس للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في الحركة المرورية وتقليل الزحام بتشهد محافظة الإسكندرية إنجاز كبير بلغت نسبته 75% فأعمال مشروع تطوير شارع 45 على شاطئ البحر واللي أطلق عليه البعض ستانلي جديد بالإسكندرية بيساهم المشروع في إنشاء نفأ وكباري بشارع 45 بطريق الكورنيش في الإسكندرية لحل مشكلة مزمنة ظلت تعاني منها منطقة شرق المحافظة لسنوات عديدة من الزحام المروري والتكدس في الصيف خاصة إنه طريق محوري بيصل الطريق الزراعي بالصحراوي وكذلك محور المحمودية وأيضاً كورنيش المدينة متنفس المواطنين جيد من اهتمامات المشروع أيضاً واللي بيستهدف إنشاء ممشى على طريق الكورنيش موازي للبحر والكبري بطول 250 متر تقريباً وده بالإضافة للمشروعات التكملية المستهدفة وهي زيادة حارات الكورنيش من 16 حارات من المنتزع حتى فندق المحروسة الأعمال شهدت بدء تنفيذ مرحلة نقل حركة المرور من الطريق المؤقت على الشاطئ لطريق الكورنيش تمهيداً لإزالة الطريق المؤقت واستكمال المشروع ونقل جميع المرافق على طريق الكورنيش وتسهيلاً على المواطنين تم عمل علامات إرشادية في الشوارع البديلة لحين الانتهاء من المشروع وأيضاً تم رفع كفاءة وتوسعة جميع الشوارع البديلة لتقليل أي ازدحام أو تكدس مروري بالمنطقة خلال مدة المشروع